بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نستكمل مع بعض شرح برنامج الساب 2000 في الحلقة دي عاوزين نعرف ازاي هنوصف اللبشة الخرصانية المسلحة على برنامج الساب ازاي هنحط الاحمال بتاعت الاعمدة عليها و ازاي هنمثل الارضية تحتها من هالسويل بالسبرينج اللي عندي ونحط الستفنس بتاعت الاسبرينج قديه جوه البرنامج عندي مجموعة من الاعمدة مرتكزة على بلاطة التخانة بتاعتها 100 سنتي في الغالب دايما بنحط كل دور 10 سنتي لبشة يعني انا عندي هنا 10 تدوار number of floors 10 يبقى تقريبا empirical هنطلع تخانة اللبشة هتبقى 100 سنتي يعني الكل دور يعني مثلا لو انا عندي 8 دوار ممكن تقريبا تاخد دبشة تخانتها 80 سنتي وتبقى في الامان هنا عندي عدد الادوار 10 تدوار فهنستخدم تخانة بلاطة 100 سنتي البرينج بس بتاعت صويل اللي عندي 1 و 2 من 10 كيلو جرام على سنتي متر المربع الاحمال بتاعت كل عمود في العشرة ادوار هي اللي مكتوبة عندي دي 200 طن 130 طن و هكذا في العشرة ادوار اللي هو نطلعينه قبل كده من البلان سواء كان سرد سلاب او فلات سلاب من ادوار بتاعتي الراكشن بتاع العمود في عدد الادوار في واحد واحد من عشرة مشان ناخد معنا وزن العمود في الاعتبار دي كلها يعني مش مضروبة قبل كده في واحد ونص يعني لما اجا صم عليها في البرنامج نضربها في واحد ونص لو انا جبتها خلاص مش هنعمل يعني لو انا جاي بالراكشن من الساب قبل كده وهدخله على اللبشة هنا يبقى مش هعمل ولا هضرب الاحمال في واحد ونص لكن الاحمال ديت جاية ووركنج يعني مضروبين في عدد الادوار في واحد واحد من عشرة ندخل على برنامج الساب واول خطوة نعدل الوحدات طن متر ونعمل مودل صف 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 ونعمل مودل في عندي في اتجاه laat ثلاتة ثلاثة ونص وبعدين خمسة وبعدين في فوق هنا تنين آيام نحتاج بالنظام افضل ثلاثة وثلاثة ونص وبعدين خمسة وبعدين اتنين بعدين صف في اتجاه واي خمسة وبعدين ستة وبعدين خمسة بعدين صفر وفي اتجاه الزب مش عايزين اي خطوط شبكة مش لازم نسمي خطوط الشبكة نجيب نعرف القطاع بتاعنا اللي هو البلاطة هي موجودة وتخانتها متر كمان هنسميها سلاب مية ونرسل البلاطات بتاعاتنا بكوك اريا البلاطات ديات باقي المثلث ده نرسمه ببولي اريا من الشمال اليمين ويفضل نرسم اول ضلع افقي لو متاح بالنسبالي لازم نرسم عكس اقارب الساعة نظهر كده كده مظبوطة كل الالوان ماشية مع بعضها نختار البلاطة دي ونقطعها بالجريد اللي ماشي عليها ده عشان ده بقى قطعتين ماشينيكو باكونتين واسمعا لجنبها اختارنا ديت وعملنا edit divide area الاوبشن التالت ده نقوله هنا الانترسكشنز عشان ده بقى قطعتين نفس الشراح نفس العرض بعد كده نقسم البلاطة الى مجموعة قطع نختار الاجزاء المستطيلة والمربعة دي ونقسمها الاول بالمسافة edit divide area الاوبشن التالي ده اللي هو المسافة نص متر في اتجاه x ونص متر في اتجاه y اوكي وبعدين ناخد بقى الاجزاء الباقية دي نقسمها معاهم دي متقسمها في اتجاه y هنا انا عايزها ابقى 10 قطعة بقى عشان تبقى زي اللي جنبها وفي اتجاه x ولياكن هنفرض لها اربع قطع يبقى edit divide area في اتجاه x اربع قطع في اتجاه y 10 ساتكون تمسم على اللي هنج Utah بقى تكون تمسم internship لجنبها الاد� ابقى مكبر عليها اربعة في اتجاه x عشان تبقى زي اللي فوقها واتناشر في اتجاه y عشان تبقى زي اللي جنبها من الشمال من هنا يبقى edit divide area اربعة واتناشر كده البلاطة كلها بقت كنتين واسمع بعضها ومتقسمة قطع صغيرة الخطوة اللي بعد كده اني احط الاحمال بتاعتي كل عمود هنحطه على مجموعة نقط العمود هنا ما بيتحطش سببورت العمود بيتحط على اللبشة لود العمود زمان كان سببورت للبلاطات بتاعتي اللي هي السولد والفلات والهولو بلوكس لاب او السلالم لكن بالنسبة لللبشة العمود بالنسبة لها يمثل لها حملة فوقها يعني join load فلازم نختار الاعمدة النقط بتاعتها ونحط عليها نعمل عليها Stein join load forces في اتجاه زد بالسالب يعني الحملة لتحت رأسي مثلا العمود ده ميتين طن والعمود ده ميتين طن والعمود ده ميتين طن والعمود ده ميتين طن نختار النقط اللي عندها الاعمدة بميتين طن والعمود ده كمان ميتين طن نصر اول حاجة نعمل شرينك الاول حيث الاكسات دي تبان نختار العمود المئتين طن ده اهو وليكن هنختار له اربع نقاط والمئتين طن ده كمان اربع نقاط اهو والمئتين طن ده نفس الموضوع والمئتين طن ده الاعماد اللي نفس المئتين فيه مئتين طن ده برضو هنا اهو دول كده خمس اعمدة متين طن نعمل في اتجاه اه انا مش هعمل هنا حالات تحميل انا هعمل الديد لود هي اسمها اللي انا هحط فيها الاحمل بتاعتي كلها اللي هي ديد ولايف مضربين في عدد الادوار مضربين في واحد واحد من عشرة مليش دعوة باسم الكيس اللي انا هحط فيها انا هحط في حالة اسمها الديد لود احملي كلها وخلاص اه الفورس في اتجاه الزد اللي هي مئتين طن بالنقص لكن المقسومة على اربع نقاط كل عمود في مئتين طن على اربع مئتين طن على اربع لانه قال له اربع نقاط اول برنامج هيحسبها لوحده يطلع نقص خمسين اوكي في سريد اي منشن كده هلاحظ الاعمدة تحط عليها الاحمال بتاعتها نجيب الاكس وي بالان ثاني بعد كده في عندي وليكن اعمدة اه متين وثلاثين طن في عمود هنا وعمود هنا دول عمودين بس في عمود ثاني برضه هنا نقص متين وثلاثين على اربع نقاط لانه كل عمود متين وثلاثين طن حطينه على اربع نقاط اوكي في كمان اعمدة في عمود هنا متين وثلاثين طن محط نوش العمود ده نفس القيمة الاديمة اللي هي متين وثلاثين على اربع نقاط يطلع سبعة وخمسين اه في عندي اعمدة اه مية وثلاثين طن ادي عمود هنا وعمود هنا مع عمود هنا دول تلاث اعمدة وده يكون كل عمود هنحطه تلاث نقط هنا لان العمود هي صغيرة اه في اتجاه ضرب العمود كده تلاث نقط اهم والعمود ده برضه كده في اتجاه اكس والعمود ده في اتجاه واي اهو اه هو كل عمود شهر مية وثلاثين يبقى معه سمية وثلاثين على تلاث اضرامنا كل عمود مختاره تلاث نقط اوكي باقي عندنا الشيروول اللي هي خمسمائة طن ديت نختار لها النقط بضعتها كلها اللي على طول الشيروول كلها دول كده يطلعوا تمن نقط بيعدهم لي تحت اهم نعمل هي عليها خمسمائة طن يبقى معقص خمسمائة على التمن نقط اللي انا مختارهم تحت دول نسيبهم لي اخر عمود اللي هو المية وعشرين طن نفرقنا ده نضربه هو لتحت كده وليكن ده هنعمله نقطتين بس صغير الصين joint load forces طبعا القطعات الاعمدة دي انا هبقى نطلعها قبل كده من التصميم المبدئي للاعمدة على الاكسل لما صدرنا بتاعت البلاطة flat slab او solid slab على الاكسل وصممناها نتيجة vertical load فانا عندي القطعات تلاتين في مية تلاتين في مية وعشرين تلاتين في مية وخمسين وهكذا العمود الميت سنتي هيبقى واخدتين بلاطة كل قطع وندول نص متر لو انا عندي عمود تخانته المية بمية تلاتين جميع بعض يعني او اى ثلات نقطة فيOT فى بداية ونقطة فى بداية ونقطة فى النص لو عمود خمسين سنتي سيبقى نقطة لانه اياخد كطعة واحدة نص متر وهى كذا يعني على طول العمود نختار عدد النقط اللى هنقسم عليها احماله هنا ده مئة وعشرين بقى مئة وعشرين على نقطتين كده في ستري دي منشن هلاقي كل الأحمال بتاعت حطتها عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر بشير والب كله دول تلاتاشر عمود برضو كده مصبوط الخطوة الأخيرة اني اختاري البلطات كلها ونعمل لها سبرينج من تحتها بيمثل السويل بتاعتي في حاجة اسمها في الديريكشن تلاتة اللي هو هيبقى بالنسبالي هنا في اتجاه زلد هيشتغل في اتجاه زلد هيشيل الأحمال بتاعت في اتجاه زلد اللي هو يعتبر بالنسبالي رد فعل التربة الاريا سبرينج طيب هنعتبر ان هو لينيار واللي ستيفنس بتاعته اللي هي الفاليو بتاعته اللي هي البرينج باستة في الف البرينج باستة عندي هنا بتاعت الصويل بواحد واثنين من عشرة كيلو جرام على سنتيمتر مربع بنربها في الف يبقى ده واحد واثنين من عشرة في الف يعني هيطلع الف وايه الف ومتين وهي هتشتغل في الوكال ديريكشن تلاتة بستيفنس الف ومتين وربليس علشان لو انا كنت حطت حاجة قبل كده او عايز اعدلها او ديليت لو انا كان حطت بسبرينج وعايز اشيلها خالص او اد ولا كنت حطت استيفنس قبل كده وعايز اضيف عليها استيفنس الحالية انا محطتش قبل كده هنعمل ريبليس ووك ونحفظ الملف بتاعنا باسم ونعمل رن بعد كده ونشيل المودل سيب الديد لو ده هتترن بس رن ناو بعد محلت اعمل هنسميها الالتمت دي هي عبارة عن مرة ونص الديد لود بس مرة ونص الديد لود لان ما فيش عندي لايف لود انا حطيتها الاكشنز بتاعت الاعمل ده ولايف وكله مضروب في واحد واحد من عشرة في عدد الادوار حطيته في الكيس اللي هي اسمها الديد لود وبعدين في النهاية ضربنا الديد لود دي في واحد ونص فهيطلع عليه نظهر بقى العزوم بتاعت البلاطات من هنا ام واحد واحد او ام اتنين بالنسبة ام واحد واحد اهي دي قيمة العزوم في اتجاه اكس شيل الشرينك عشان العزوم تبقى احسن دي دي خطوط الكنتور بتاعت اللي بزوم بتاعتي في الترياه واي برضو ام اتنين اتنين اهو سواء موجب او سالب بنعمل احنا رنج بالنسبة لنا للحديد اللي انا هستخدمه واللي اكون انا هستخدم زي ما عملنا في السرق في الفلاس لاب بالزب هنستخدم مثلا التسليح اللي علوي في اللبشة هنا اا تمانية فاي اتنين وعشرين تمانية فاي اتنين وعشرين دول يقدروا يشيلوا عزم اا قيمتهم تمانين اا طن لميتر هنعمل الرنج بتاعنا هنا ام واحد واحد العزم العلوي يعني بالسالب من شبكة الى مرة ونص الشبكة الشبكة بتاعته بتشيل تمانين ومرة ونص الشبكة هتشيل مية وعشرين وترمنا انه بالسالب هندخلها بالسالب يبقى من ناقص مية وعشرين الى ناقص تمانين دي المنطقة اللي محتاجة شبكة حديد علوية المنطقة دي محتاجة شبكة حديد على Y إضافية في اتجاه M1-1 لهو اتجاه X M2-2 اللي هو في اتجاه Y المنطقة دي محتاجة شبكة إضافية أو نصف شبكة إضافية حسب موقعها يعني المنطقة ديت هنا كده في اتجاه Y وقعة من 80 إلى 120 يعني ديت محتاجة نصف شبكة بس اللي أقل من 80 سيف مش محتاجة حاجة خلص غير الشبكة اللي أنا حطتها اللي أكتر من 120 أنصف ومحتاج شبكة تانية كاملة يعني هنا بالنسبة لي مفيش غير شبكة في اتجاه Y إضافية هنرسمها بالشكل ده كده هتبقى مدادة من هنا دي هنا دي نصف شبكة اللي هي هتبقى 4.22 في المتر المنطقة ديت برضو محتاجة نصف شبكة جزء صغير كده في اتجاه Y والمنطقة ديت محتاجة برضو نصف شبكة اهي ديت حت الصغير هنا كده ديت حتظ sal Ost نصف شبكة��릴 ديت حتظ جزء صغير شبكة نصف شبكة 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 شاك شبكة شبكة ده كده التسليح في اتجاه واي الاضافي. كي برضو جزء صغير تحت هناه. في اتجاه واي برضو كده. نحط هنا. ده التسليح في اتجاه واي الاضافي يبقى نص شبكة. لو عزل نحط التسليح في اتجاه اكس الاضافي اللي هو ام واحد واحد العلوي. اه في مناطق محتاجة نص شبكة او في مناطق محتاجة اه شبكة كاملة. المناطق محتاجة شبكة كاملة اللي هي بعد المية وعشرين دي اللي هو اللون بنفسي جده. في اتجاه اكس نعمل. تسليح علوي كده شبكة كاملة هنا. من هنا. ده هنا. ده كده شبكة كاملة. وبعدين الباقي ده محتاج نص شبكة. ده كله يمتد كده من هنا. نص شبكة. وبعدين دوت فيه نص شبكة هنا. اتجاه اكس. اللي هي تبقى اربعة فاتن وعشرين في المتر. بالنسبة للشبكة السفلية غالبا ما بتكون سيف وما بتحتاجش اضافي. لو هنظهرها كده. ام واحد واحد بقى العزوم المجابة. من تمانين الى مية وعشرين. ده لو انا حطيت الحديد السفلي زي العلوي. لكن لو انا حطيت حديد اضافي. لو انا حطيت حديد سفلي. اقل من العلوي. لازم نعمل بتاعه. نقدر اشي العزم اديه. ونحطه من شبكة الى مرة ونص الشبكة. ولكن الحديد السفلي هنا زي العلوي. فالشبكة السفلية كلها سيف. في اتجاه اكس وبرضو في الام اتنين اتنين وهو في اتجاه واي. في الشبكة السفلية كلها سيف. زي ما شايفين كده. كده كده نكون انتهينا من شرح اه الرفت على برنامج الساب الفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.